بعد انقطاعا عن العمل دام لأشهر بسبب جائحة فاروس كورونا المستجد عادت الحياة إلى سوق الصفافير وعاد العاملون فيه إلى مزاولة نشاطاتهم الصناعية والمهنية وتظهر علامات السعادة على وجوه العاملين المتعبة جراء الضرر الذي لحق بهم نتيجة توقف العمل في السوق امتثالا لقرارات الإغلاق التي فرضت لحد من انتشار الفاروس وقد أكد أصحاب المحلات والعاملون على تكثيف العمل من أجل تعويض الخسائر التي لحقت بهم رغم ضيق الوقت عليهم بسبب حظر التجول المسائي الذي لا يزال قائما هذه سوق الصفافير وعادة كورونا 3 شهر سكر ماكو زبون ماكو شئي بس داخل بيت غاد الهن شوية شوية زبون هيجي بس افتا انشاء الله مدرسة نفرات هيجي الهن سوق خفيف واجد شوية شوية امشي بس زين انشاء الله شوغل زين بس امشي الهن ناثري مدخنة مالبيت فلتر تاكيب سنترال مال صندوق كل شوغل يعني شوغل مياه بالعشرين امشي زين الحمد لله زين تماما شهر عربة شهر خمسة شهر ستة شهر سبب واقف حكومة تقول ممكن انشاء الله شهر تماما يقدر شغل لكل مكان مو معلم احنا سعي امو سعي والله هذا داخل جريدة داخل تلویزون داخل هذا مبايل حشك الكلام يعني هذا يتوى بلا شغل مو كامل يعني شغل مو كامل يعني يعني ساعة ستة سكرون ما يسكروا بلا دي جيسي القرامة يعني هذا كلام حشك الكل يعني يعني شهر شهر ثلاثة شهر عربة شهر خمسة شهر ستة على تور سكر على شهر سبب شوه شوه يبتع ساعة تسعين جيس تاعة ستة شكر خلاص هذا سوك سفابي مال درامات مال تراد درامات مال ماي درامات مال اي شي مال شبرة مثلا في مال بر شغل مال سور مال شبرة مال سيار بسهر شغل انا شي الحمد لله قل الحمد لله الحمد لله ماكو مشكل ماكوش يا الحمد لله تمام الحمد لله ستير خير ان شاء الله اشتركوا في القناة